في حلقة الليلة نناقش بحثاً وتحليلاً الملفين التاليين بعد اعتقال عدد من قياداته حزب الله العراقي يتوعد الكاظم فهل تشتعل الساحة العراقية أم تعاد سياغة سلطات الدولة مسؤولون أمريكيون في إسرائيل لبحث خطة الضم فما الذي يحمله بعد فشل وفد إسرائيلي في الحصول على الضوء الأخضر للضم من البيت الأبيض بعد اعتقال قوات جهاز مكافحة إرهاب في العراق عدداً من قادة حزب الله العراقي الموالي لإيران قامت الدنيا ولم تقعد بالبلاد فالقرار صدر من رئيس السلطة التنفيذية مصطفى الكاظمي الذي وعد مراراً بوقف الهجمات على المنشآت العسكرية والديبلوماسية في العراق خطوة تمت فجراً بمداهمة مقر لحزب الله العراقي جنوب العاصمة بغداد دفعته إلى التوعد الكاظمي باستهدافه شخصياً فيما دع البعض إلى عدم المساس بالتنظيم وبقية التنظيمات المسلحة الأخرى بالعراق فما هي خلفيات قرار الكاظمي؟ وهل سيقدم فعلاً على كسر الممنوع وفتح ملف حصر السلاح بيد الدولة وإعادة سياغة سلطات مؤسساتها؟ وكيف سيأتي الرد الإيراني؟ ترى هادئاً عن طريق الدبلوماسية؟ أم ستومئ تهران إلى أذرعها في العراق؟ بالتصعيد يبدو أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي حسم أمره مؤخراً لمواجهة كانت مؤجلة بين أجهزة الدولة الأمنية والفصائل المسلحة من خلال تنفيذ عملية اعتقاد لعدد من العناصر المسلحة وضبط صواريخ كانت معدة للانطلاق باتجاه المنطقة الخضراء عملية يصرفها البعض بأنها جاءت لفرض سلطة الدولة كما وعد الكاظمي هذه الخطوة الأولى واعتبرت رسالة قوية أيضاً إلى هذه الفصائل بأنكم تحت سيطرة الحكومة وأن القوات المسلحة العراقية هي صاحبة القرار وأن سيادة الدولة وهيبتها تأتي من الحكومة العراقية يرى المراقبون إلى أن الأمر قد لا يذهب إلى مرحلة الصدام المسلح بين الطرفين على الأقل في الوقت الحاضر لكن فرص المواجهة المباشرة لن تتوقف وستكون حاضرة في وقت قريب في ضد تحرك حكومي لإنهاء فوضة السلاح وتعدد مراكز القوى المسلحة يقوم بمحاسبة هذه الجهات التي تحاول تزعزع الأمن داخل المناطق والمدن العراقية لربما يكون هناك تهدئة في الساعات أو اليومين المقبلين وهذه لكن هي رسالة وصلت للجميع وأصدرت العمليات المشتركة بيانا وضحت فيه أسباب وطريقة عملية الاعتقال مؤكدة الإصرار على تحقيق الأمن في البلاد وإيكل الأمر للسلطة القضائية في حسم الأمر ولدت هذه العملية الأمنية المباغتة التي نفذتها الحكومة العراقية وما تبعها من نزول الفصائل المسلحة واستعراض قواهم في الشارع العراقي ولدت حالة من التخوف لدى المواطنين ولدى بعض الجهات السياسية الحزبية في البلاد من حالة صدام قد تحدث ما بين الطرفين من العاصمة العراقية بغداد محمد فاطل الغد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وينضم إلينا من بغداد دكتور خالد عبدالإله أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد كما ينضم إلينا عمر الصالح السياسي العراقي وينضم إلينا من أربيل نرحب بكم وأبدأ معك سيد خالد عبدالإله ضيفنا من بغداد صحيح أن مصطفى الكاظمي توعد مرارا بأنه سيعمل على تأمين المنشآت العسكرية الأجنبية والسفارات والأماكن الدبلوماسية لكن برأيك ما هي خلفيات قراره بأن يسمح لقوات مكافحة إرهاب بأن تتوجه فجرا إلى مقر رئيسي لحزب الله العراقي ويتم القبض على خمسين من قياداته بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك وللضيف الكريم أهلا بك وللجميع مشاهدين قناة الغد العربي وشاكل هذه الاستطافة تفضل بالتأكيد هنا نتحدث عن مأسسة الدولة العراقية السيد الكاظم عندما جاء شخصية رئيس وزراه يعود إلى جهاز مخابرات عراقية وبالتأكيد هناك كافة المعلومات التي يمكن من خلالها أن يستند إليها تفضل عن أن جهاز مكافحة الإرهاب هو أيضا يدخل في إطار الصلاحيات التي يمكن من خلالها أن يستند إليه القائد العام لقوات المسلحة باعتبار السيد الكاظم هو اليوم رئيس وزراه بالتأكيد كل هذه الحيثيات هي حيثيات واضحة اليوم هناك حديث عن أن السلاح بيد الدولة يجب أن ينفذ على صعيد الواقع وبالتأكيد هناك تطمينات أعطيت إلى السيد الكاظم من جميع القوى السياسية العراقية بأن أي خطوات يتخذها في إطار هذا الجانب فبالتأكيد سوف يكون هناك دعم لهذه الخطوات وما هي المخاوف دكتور خالد؟ وما هي المخاوف؟ لماذا الحاجة إلى تطمينات؟ أول شيء يجب أن نتحدث بشكل حقيقي بعد 2003 وبعد 2014 السلاح انتشار في العراق وأعتقد أن النزاعات العشائرية لغاية أمس في البصرة هو خير دليل على ذلك لذلك يجب أن يكون هناك تطمينات حقيقية أن يتم تنفيذ هذا الأمر وفق القانون وفق الإجراءات القانونية والقضائية وبالتأكيد هنا نتحدث عن أوامر قبض أصدرتها السلطة القضائية ومن ثم أعطيت إلى جهاز مكافحة الإرهاب الجهات التي تخرج عن القانون فبالتأكيد هي جهات غير تابعة للمضلة الدولة العراقية وبالتأكيد هنا نسير إلى الاتجاه الصحيح والسليم في عملية أن يكون هناك ضبط لقاع المشهد الأمني والعسكري الذي يجب أن يتبع القائد العام للقوات المسلحة بجميع التخصصات بجميع الوزارات الأمنية المقارات الأمنية بما يتعلق حتى بالحيد الشعبي كل هذه الأمور أن أتوقع هي نقطة أساسية ومهمة جدا تعد لمرحلة جديدة هذا واحد اثنين يفهم من عملية إجراء مثل هذه الخطوات بأنها قد تكون مقدمة لزيارة المرتقبة للسيد الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية الحديث عن المحور الرئيسي وهو المناقشة الجولة الثانية للحوار الستراتيجي بين بغداد وواشنطن هذه هي واحدة من النقاط التي قد يريد منها السيد الكاظمي أن يرسلها للجميع إلى الداخل والخارج بأنه يسير في إطار أن يكون هناك تنظيم وأن يكون هناك تقييد وأن يكون هناك تطبيق للقانون وليس هناك مجال إلا للحفاظ على أمن المواطن والتجربة السياسية والديمقراطية في العراق أن نتوقع هذا الأمر أكده الكاظمي في خطابه الذي وجهه عند منحه التكليف في مجلس النواب العراقي عندما قال يجب أن نعيد هيبة للدولة العراقية يجب أن نسعى إلى بناء هذه الدولة على أسس احترامنا للقانون والكل يخضع للقانون ومتكد أن نتوقع هذه هي نقاط أفساسية ومفصلية يسعى لتحقيقها القائد العام للقوات المسلحة السيد الكاظم سيد عمر الصالح ضيفنا من أربيل مسؤول في حزب الله العراقي غرد على تويتر أنه بعد القبض على قيادات لحزب الله في العراق فحزب الله يتوعد الكاظمي بالاستهداف هل نفهم ذلك أن حزب الله يهدد بتصفية الرجل؟ نحييكم نحييكم أهلا بيكم الكرام وضيفكم الكريم نبارك سيد الكاظمي هذه الخطوة لقضاء على الميليشيات الذي أنهكت بالشعب العراقي وسلبة أمواله وهناك من يتوعد بالسيد الكاظمي السيد الكاظمي إذا بدأ هذه بداياته وكان يضرب بيدي من حزب الميليشيات والفاسدين الشعب العراقي بطوافة كل الشعب العراقي مع واقع يأيد السيد الكاظمي فلا يتجرأ أحد أن يمسل السيد الكاظمي بهذه الخطوات الجريئة التي اتخذها يعني لا يوجد أحد قبل السيد الكاظمي يتجرأ على هذه الخطوة نحن نطالب بالمزيد هناك نطالب بفتح ملفات المتظاهرين هذه الميليشيات متهمة بتصفية قالت المتظاهرين وناشطين مدنيين ومتهمة بالخطاف جماعة من الرزازة وأهل السقلاوية من محافظة الأنبار ومن الموصل كثير تتوجه لهذه الميليشيات كثير من الاتهامات الأرهابية فنطالب السيد الكاظمي بفتح الملفات على مصرعها طيب يا دكتور خالد ابقى معنا سيد عمر يا دكتور خالد لكن آخرين في العراق على ساحة السياسية أبرزهم ربما نور المالكي زعيم ائتلاف دروة القانون يقول منذ قليل أنه لا يجب المساس بمثل هذه التجمعات المسلحة يعني وحتى يحذر الدولة من أن تقترب من الحشد الشعبي مثلا فيبدو أن هناك آراء داخل العراق تخالف رأي سيد الكاظم أول شيء يجب أن نفصل ما بين جهات سياسية أو جهات مسلحة غير منتمية للحشد الحشد اليوم أصبح جزء أساسي من المؤسسة الأمنية العراقية وأعتقد بأن زيارة السيد الكاظم وارتدائه ملابس الحشد هو خير دليل للرسالة التي طبعناها على المستوى الداخلي والخارجي بأن الحشد يدفع القائد العام للقوات المسلحة بالتأكيد أن نتوقع عندما نتحدث عن هيبة الدولة وعدم المساس بالمقرارات الدبلوماسية أو القواعد العسكرية التي فيها قوات التحالف الدولي هي واحدة من الأمور التي يجب على الحكومة العراقية وعلى الدولة العراقية أن تلتزم بها فبالتأكيد أي مسألة مساس بهذا الأمر هو إحراج وهو نكاية أيضا في إطار عملية الحديث عن علاقات العراق الخارجية التي هي اليوم العراق بحاجة كبيرة جدا على مستوى كل الملفات خصوصا في إطار اليوم أزمة فيروس كورونا وبالتأكيد هنا نتحدث عن الجانب الأساسي الذي يجب أن يفهمه الجميع هو ليس استهداف بقدر ما هو نتحدث عن مسائل مهمة جدا يجب أن يخضع الجميع إلى القانون في عملية ضبط إقاع السلاح الذي أصبح اليوم يشكل خطرا على العراقين جميعا وأعتقد بأن عملية الاقتلطاف والعصابات المسلحة والآخرين وانتشارها في العراق بات يشكل تهديدا آخرا وبالتأكيد هنا نتحدث عن الدولة الحقيقية لا نتحدث عن الدولة العميقة التي هي أثرت بشكل كبير جدا عن الدولة الأساسية وبالتأكيد أثقلت هموم عمليات بناء الدولة منذ أكثر من 17 عام لذلك الحديث عن هذا الجانب هو حديث مهم جدا يجب أن يفهم الجميع بأن مأسسة هذه العملية أو مأسسة القرار الأمني هو يخضع فقط القائد العام للقوات المسلحة وبالتأكيد هنا نتحدث عن القرار السياد الذي يجب أن يتحقق في إطار تطبيق القانون أي أن كان لأن هناك نتحدث عن أمور حقيقية أخذت تؤثر على مسألة العراقات علاقات العراق الخالد وبالتأكيد هذه نقطة جوهية يحاول السيد الكاظم أن يتحدث عنها للقوات السياسية والكتل السياسية في إطار هذا الجانب مفهوم لكن منذ 2003 يا دكتور خالد تقريبا نتحدث عن 17 عاما تقريبا يعني طيب هنجد أن منذ 2003 بول بريمر في 2004 بعد أحمد الشلبي في مجلس الحكم أياد علاوي ثم إبراهيم الجعفري المالكي عادل عبد المهدي كلهم حاولوا ولم يقوا على التعامل مع توحيد السلاح في يد المؤسسة الأمنية ما الذي سيجعل السيد الكاظمي يقوى في هذه المرة بعد شهرين تقريبا من توليه المسؤولي بالتأكيد هذا الأمر صعب جدا وبالتأكيد هنا نتحدث عن المادة التاسعة من الدستور التي عطلت بشيء أو بآخر الكل يجب أن يعيح حقيقة بأننا اليوم يجب أن نفكر في إطار تحقيق الأمن الداخلي العراقي وضبط إيقاع هذا المشهد صحيح أن الفترة التي أعطيت لسيد الكاظمي هي ليست فترة كبيرة يستطيع أو طويلة يستطيع أن يحقق هذا الجانب ولكن عندما نتحدث عن الأمور التي يمكن من خلالها أن يحققها فهو تطبيق وتشريع القوانين الضابطة والحاكمة والدليل على ذلك تواجد عسكري وأمني في محافظة أساسية ومهمة جدا في محافظة البصرة وأمس كان هناك عملية استهداف ما بين عشائر بسبب نزاعات عشائرية واستخدمة السلاح الخفيف والثقيل والمتوسط وبالتأكيد هنا نتحدث عن أن اليوم أصبح الأمر محرج للجميع للسيد الكاظمي وأيضا لفريق السيد الكاظمي وبالتأكيد هنا نتحدث عن كل هذه المحقات التي ذكرتها وبالتأكيد كان هناك جوانب سلبية كانت هناك عملية دمج لأذرع مسلح الاجهة السياسية في جسد بعض الوزارات الأمنية على مستوى داخلية والدفاع وبالتأكيد أثرت على عملية البناء نحن نريد اليوم عملية تصحيحية بنائية حقيقية تخمع للقانون والدستور وبالتأكيد هذه الحقيقة يجب أن تطبق على الجميع بدون أن يكون هناك استشعار مفهوم على مستوى طائفي أو قومي أو مذهبي وهذه نقطة أساسية ينبغي على الجميع أن يفضى في طار هذا الجانب طيب يا سيد عمر سيد عمر الصالح ضيفنا من أربيل هل تجد لديك فرقا بين الكيانين بين الحجد الشعبي وحزب الله العراقي أخي العزيز هناك من وقف للدفاع عن العراق نعم وهناك ميليشيات على أرض العراق الميليشيات هسا إذا أي واحد يسأل أي من هذه الميليشيات حزب الله كانت أو لواء الطفوف أو كثير من مسميات نعم الفرق بين الحجد الشعبي الحجد الشعبي يكون تحت مظلة الدولة وتحت الأجهزة الأمنية إلا هؤلاء الميليشيات التابعين إلى إيران عجار السوق هناك من تسألهم وتقول لهم إذا صار حرب بين العراق وإيران مع من تقفون يقول لك نقف مع إيران ومن طرف ثاني مستلمين سلاح فتاك يضاهي سلاح الدولة ويجولون في العراق ينصرحون ويبرحون كيف هناك هيبة للدولة والقانون هذا السؤال يعني لم نجد يعني أبناء أبناء العراق يذهبون يعني يعني يروحون ضحية لهؤلاء الميليشيات فكر هذا الفكر اللعين طيب يا سيد عمر وتجاوزهم على أموال العراق نعم تجاوزهم على أموال العراق ومقدرات البلد وتهريبها إلى إيران طيب اسمح له يا سيد عمر هذا 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 شيء واقع واقع هذا شيء واقع في من تصرف هذه الميليشيات والكل يعلم في بالتصرفاتهم اسمح لي يا سيد عمر هل خطوة التعامل مع حزب الله العراقي فكت القبضة على خمسين من قياداته فكت مصادرة بعد الأسلحة منها منصة كتيوشا مثلا تكمت مصادرتها في الدورة بالأمس أو في الفجرة يعني هل تعتقد أن تلك الخطوة بشكلها العام يعني ترضي تهران أم ستغضي بتهران تغضي بتهران تغضي بتهران أستاذ العزيز هو الاعتقالهم والخرج عليهم الدولة العراقية قانون لماذا الخوف إذا ممسيئين وما عدوا إذا ما عدوا إساءة للشعب العراقي ولا للعراق لا بد أن ترجع هيبة العراق نطالب الكاظم يرجع هيبة العراق هيبة العراق لشعبه الشعب الشعب أكثر شي متضرر هؤلاء قلة قليلة تسعة وتسعين بالمية مية بالمية من الشعب العراق رافض هذه الميليشيات يعني نحن 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 بكل مصداقية طيب يا دكتور خالد دكتور خالد عبدالله أستاذ العلم السياسية بجامعة بغداد الآن الكل في انتظار الردة الفعل الكل ربما ينتظر ردة فعل من إيران هنا ماذا نحن بصدده هل نتوقع غضب ديبلوماسي أو ربما تحرك تهران كثيرا من أذرعها في الأراضي العراقية لا بالتأكيد أن نتوقع خطوة السيد الكاظمي هو خطوة تأتي في وقت مهم جدا لا نتحدث اليوم عن ما حدث أمس قد يؤثر على تداعيات كبيرة على مستوى العلاقات العراقية الإيرانية بالتأكيد هنا نتحدث عن الرسالة العراقية بأن الرسالة العراقية مثلما اليوم الدستور العراقي يتحدث في المادة الثامنة بأن العراق لا يتدخل في شؤون دول فبالتأكيد على الدول الجوار العراقية لا تدخل في شؤون العراقي وهذه رسالة واضحة للجميع مبدأ حصر السلاح بالدولة هو مبدأ وقرار سياد عراقي لا نتحدث اليوم عن ربط القرار السياد العراقي بقرار خارج الحدود وبالتأكيد هذه نقطة جوهرية يتفق عليها القاصي والداني في العراق دفعنا فاتورة كبيرة جدا بعد 2003 العراق كان ساحة للتصفية الصراعات وبالتأكيد وصلنا إلى مرحلة يجب أن نحقن دماء العراقين بالطريقة التي يمكن من خلالها أن نعيد ما أسست هذه الدولة على الأطر الحقيقية مثل ما اليوم السيد الكاظم عندما يتحدث في المادة السابعة ثانية من الدستور أن لا يكون العراق لا مقرا ولا ممرا ولا ساحة لنشاط أي تنظيمات إرهابية فبالتأكيد على دول الجوار العراقي مساعدة العراق والحديث عن دعم الحكومة العراقية بالطريقة التي يمكن من خلالها أن نتحدث عن مكسب حقيقي لذلك البلدان والعراق في أن نستطيع أن نجفف فنابع الإرهاب ونستطيع أن نحقق معاذلة جديدة عراقية استطعنا أن ننتصر على تنظيم داعش ويجب أن ننتصر في عملية صيانة هذا القرار الداخلي والخارج العراقي بدون أن يكون هناك دفع لفاتورة هي بعيدة كل البعد عن دول الجوار وبالتأكيد يتفحها الموافر العراق يا دكتور خالد أكثر من رائع ماذا عن ردة فعل تهران هل ستكون هناك ردة فعل أم لن تكون وماذا ستكون دبلوماسية أم غير ذلك بالتأكيد أن نتوقع سوف لا يكون هناك أي رد أن نتوقع هذا قرار داخلي عراقي فيه أبعاد فيه أمور أساسية نابع عن قرار سيالي والتأكيد لا يكون هناك أي عملية ضغط يجرى هنا هناك على سيد الكاظم في إطار هذه الخطوات هل تعتقد أن تهران ستمرر مرور الكرام ما فعله الكاظمي رغم أنه ربما حتى الآن لديها متهم في سليماني مثلا حتى حسن روحاني قبل يومين تقريبا أو ثلاثة قال تهران لن تستأذن أحد في الدفاع عن أمنها القومي أول شيء نتحدث عن أمن وطني عراقي وبيان قيادة العمليات المشتركة تحدث عن هذا الأمر والسيد الكاظم أيضا قال بأننا جاءت معلومات استخباراتية مؤكدة على الإضرار ببعض المقار الدبلوماسية أو عملية الاستهداف بغض النظر عن التحقيقات التي سوف تجرى على مستوى وزارة الداخلية وعلى مستوى أجهزة أمنية هناك من يحاول أن يخلط الأوراق وبالتأكيد يحاول أن يعقد المسال هنا نتحدث عن الجانب الحقيقة الذي يتحدث عنه السيد الكاظمي بأن القرار الذي يمكن من خلاله أن يفضي إلى محاسبة من يريد أن يخلخل الوضع الداخل العراقي ويريد أن يتحدث مرة ثانية عن بعض المقاربات هنا وهنا بالتأثير على أن تتحول الساحة العراقية إلى ساحة الاصطدامات بالتأكيد أن نتوقع لا السيد الكاظمي ولا أي من الأجهزة الأمنية العراقية سوف تقف تنتظر الأطراف التي تقوم بهذه العملية بدون أن يكون هناك إجراءات وكل ما يتعلق بالشخصيات التي تم مسكها تم حالتها للسلطة القضائية هنا نتحدث بأن المسألة هي ليست شخصية أو شخصا المسألة بقدر ما هو عملية تنفيذ وضبط للقانون وهذه هي نقطة أساسية تسمعني يا دكتور خالب هل تأذن لي بعد إذنك وأنا أعني كلمة تأذن لي أحتاج إلى إذن منك ألا تعتقد أن تهران ربما تهيمن على كثير من الملفات الأمنية في العراق أتتحدثني وأن تهران ليس لها أي علاقات أمنية فقط أذكرك أن حتى الحجد الشعبي الذي تدافع عنه إيران هو يدبع مباشرة القائد الأعلى ليس له علاقة بالدولة يدبع شخص مسؤول يدبع القائد الأعلى للقوات المسألة لا يدبع وزارة الدفاع ولا وزير الدفاع ببتذكير فقط يعني يعني قانون الحجد الشعبي الذي شرع في عام 2016 هو يتحدث عن مأسسة الدولة الحشد في إطار الدولة العراقية وبالتأكد يربطه بالقائد العام للقوات المسلعة وهو عمله كأحد الأجهزة الأمنية الذي كان له دور كبير في الكثير من عمليات تحرير المناطق من تنظيم داعش الرهابي تنظيم الحشد أنه يتوقع كان ضرورة حقيقية وطنية جاءت في وقت عصيب بعد أن سيطر داعش على ثلث مساحة العراق وكانت هناك عدد كبير من الفصائل المسلحة التي تقاتل هذا التنظيمات الإرهابية تنظيم داعش عملية التنظيم وعملية الانتباء وعملية الهيكلية في الحشد الشعبي هي تخضع وفق قوانين قوانين وزارة الدفاع العراقية هل تتدخل تهران في شؤون الأمنية العراقية دكتور خالد؟ أنا أريد أن أتكلم بشكل واضح القرار الأمني العراقي الداخلي الذي يتبع الوزارات الدولة العراقية في وجود السيد الكاظمي أو حتى في إطار اليوم العملية أن أتوقع هو تابع للقائد العام للقوات المسلحة هل من المعقول بأن إيران تتدخل في عملية معينة؟ مثل ما نتحدث في عام 2014 كانت هناك مستشارون أمريكان أو ما يسمى بتأسيس التحالف الدولي في سبتبر من عام 2014 وجود قوات أمريكية أو غير أمريكية لمساعدة العراق مثل ما كنا نتحدث عن هذا الجانب كانت هناك أيضا بطلب من الحكومة العراقية حين ذاك تم الحديث عن أعطال العراق طائرات شيخوي والحديث أيضا عن عملية تبادل المعلومات والحديث عن تأسيس خلية أمنية رباعية مكونة من إيران والعراق وسوريا وروسيا في إطار محاربة تنظيم داعش العرهابي العراق يحاول أن يتحدث عن العلاقات التي يمكن من خلالها أن تفضي إلى عدم التدخل في شيئا العراقي هذه هي النقطة التي اليوم يطلبها الشهر العراقي والشعب العراقي من السيد الكاظمي وأعتقد بأنه واحدة من النقاط الأساسية في تظاهرات أشباط 2019 هو أن يكون القرار السياد العراقي تحصين القرار السياد العراقي بالشكل الذي لا يجعل لا إيران ولا لأي دولة أخرى أن يكون هناك يد طولة في هذا الأمر لأن هذا الأمر يمس الأمن البطن العراقي والأمن القوم العراقي وهذا أيضا نص بيان قيادة العملية المشتركة في إطار ما حدث أمس دكتور خالد عبد الإله أستاذ العلم السياسية بجامعة بغداد كنت معنا من بغداد العاصمة فشكرا لك وكذلك نشكر ضيفنا من أربيل السيد عمر الصالح السياسي العراقي شكرا لكم متواصلون معكم في وراء الحدث ونتابع بعض الفاصل ما الذي يحمله الوفد الأمريكي إلى إسرائيل قبل أيام من تنفيذ نتنياهو وعده بضم أجزاء من الضفر أهلا بكم من جديد في وراء الحدث إذن إلى إسرائيل يصل الليلة وفد أمريكي ببحث خطة الضم الإسرائيلية مع مسؤولين إسرائيليين وتأتي هذه الزيارة المفاجئة غدا تفشل اجتماعات بين مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين في البيت الأبيض للحصول على الدوء الأخضر من إدارة ترامب من أجل البدء في تنفيذ خطة الضم لأراضي بالدفة الغربية وفد واشنطن إلى إسرائيل سيدم السفير الأمريكي في إسرائيل والمبعوثة الخاصة للرئيس الأمريكي آفي بيركوفيتش وعضو لجنة رسم الخرائط الأمريكية الإسرائيلية اسكوت فيف ومن المنتظر أن يمكث بيركوفيتش وثيف بإسرائيل عدة أيام فما الذي يحمله الوفد الأمريكي؟ وما الذي يشي به تشكيلته؟ وهل مهمته رأب الصدع بين نيتنياهو وجانس؟ وفي المقابل ما هي أوراق رئيس الحكومة الإسرائيلية المتبقية لإقناع أصدقائه الأمريكي؟ فيما تصر الحكومة الإسرائيلية في كل مناسبة على قرارها المضية في خطة الضم التي تستهدف نحو 30% من أراضي الضفة الغربية وصل وفد أمريكي إلى إسرائيل بهدف مناقشة الخرائط وخطوات تنفيذ الخطة وتأتي زيارة الوفد الأمريكي إلى إسرائيل بعد أيام ثلاثة استمرت فيها الاجتماعات في البيت الأبيض بين الإسرائيليين والأمريكيين في محاولة للحصول على ضوء أخضر من واشنطن الاجتماعات في واشنطن لم تسفر عن أي اتفاق رسمي في الوقت الذي ناقش فيه الكونغرس الأمريكي الخطة بناء على طلب من نواب جمهوريين غير أن الأغلبية الديمقراطية في المجلس عرضت موافقة واشنطن على الخطة الإسرائيلية أو دعمها الوفد الأمريكي وضع على جدول أعماله لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نيتنياهو ووزير الدفاع بني جانتس بالإضافة إلى مسؤولين كبار في الحكومة الإسرائيلية هيئة البث الإسرائيلية نقلت أن وفد واشنطن يضم السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي أبي بيرغوفيتش بالإضافة إلى عضو لجنة رسم الخرائط الأمريكية الإسرائيلية اسكوت فيث وأشارت الهيئة إلى أن بيرغوفيتش وفيث سيمكتان في إسرائيل لعدة أيام وكانت مصادر إسرائيلية كشفت أن خطة الضم الجزئية ستبدأ من مستوطنة معلي أدوميم القريبة من القدس المحتلة وأنه سيتم الإعلان عن ضمها بعيدا عن خطة الضم الكاملة حسب المخططات والخرائط الإسرائيلية الخطة الأمريكية التي نشرت في يناير الماضي تقضي بفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على نحو 30% من الضفة الغربية وهي غور الأردن و123 مستوطنة في مقابل الموافقة على قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح بما يتوافق مع ما تعرف بصفقة القرن وهي الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط والتي طرحها دونالد ترامب في يناير الماضي والتي قوبلت برفض فلسطيني وعربي وإقليمي ودولي غير أن إسرائيل ومن ورائها واشنطن مصممتان على المضي في تنفيذها على الرغم من كل هذا الرفض موسيقى 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 وينضم علينا من رمالة الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين كما ينضم علينا من واشنطن الكاتب الصحفي باسم أبو سمية أهلا بكم أبدأ معك سيد خليل قبل ثلاثة أيام إذن كان هناك محادثات في واشنطن في داخل البيت الأبيض وفد إسرائيلي كان هناك يريد أن يحصل على موافقة للبدء في الضم ولم يفلح ما الذي تجد من الأحداث؟ ما الذي تغير واستوجب زيارة أخرى الآن من واشنطن إلى إسرائيل؟ دعنا نوضح بأن هذه الزيارة جرى الحديث عنها مسبقا أو تحديدا قبل أن يسافر فريدمان إلى واشنطن لعقد هذه المشاورات في البيت الأبيض إذ نشر في الإعلام الإسرائيلي بأن فريدمان سيعود ويرافقه أيضا بيركوبيتش لكد ينقل الموقف الأمريكي والتحفظات الأمريكية بشأن الضم الواسع إلى فاقم نتنياهو وكذلك جانس وأن يحاول أيضا أن يحصل على موقف إسرائيلي موحد على الأقل على مستوى الائتلاف الحكومي في إسرائيل المستجد بتقديره هو ردود الفعل الواسع الرافضة للضم سواء كان واسعا أو كان مقلصا والولايات المتحدة تتعامل وفق ثلاثة محددات في هذا الموضوع الأول هي تريد أن تدعم الضم ولكنها تريد ضما محدودا يرضي إسرائيل ولكنه لا يؤثر على المحددين الآخرين وهما خارطة المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وكذلك علاقاتها مع دول العالم وخاصة مع الاتحاد الأوروبي الذي أعلن مواقف واضحة برفض أي ضم والموضوع الثالث هو أن لا يؤدي الضم حتى لو كان محدودا إلى سحب خطة ترامب من حيز التداول أي أن لا تصبح هذه الخطة مطروحة كأساس لعملية تفاوضية تنص عليها أصلا الخطة بسبب الموقف الفلسطيني الرافض للتفاوض والرافض أيضا للشروع في فرض الأمر الواقع أي تنفيذ بعض بنود هذه الخطة لذلك أعتقد أن الولايات المتحدة لديها أيضا مصالح وهي تريد أن تضبط إقاع إسرائيل رغم أن الخطة الأمريكية تحفظ لإسرائيل إمكانية أن تضم 30% من مساحة الضفة الغربية ولا جديد في هذا الأمر الموقف إدارة ترامب موضوع معروف ولكن الخلاف هو على التوقيت وعلى عمق الضم ومن أين يبدأ الضم لذلك يدور الحديث عن إمكانية أن تبدأ إسرائيل بضم كتل استيطانية واحدة أو اثنتين مع لي أدوم وربما أيضا قوش عطسيون قرب بيت لحم على أساس أن هذا الأمر أي ضم الكتل الاستيطانية كان مطروحا في إطار المفاوضات السابقة بين الفلسطينيين علما بأنه كان مطروحا في إطار مبدأ تبادل الأراضي أي أن الفلسطينيين سوف يحصلون في حالة موافقتهم في الحل النهائي على ضم كتل استيطانية على أراضي مساوية لها في المساحة وفي الحجم وفي النوعية أيضا طيب سيد باسم أبو سمية ضيفنا من واشنطن هذه المحادثات تمت في البيت الأبيض وستتم في إسرائيل غدا بعد وصول الوفد في سرية تامة إذن لا نملك سوى المحاولة الفهم أو محاولة التحليل بماذا تشي تشكيلة الوفد الأمريكي إلى إسرائيل؟ نتحدث عن السفير الأمريكي في إسرائيل المبعوض خاص للرئيس ترامب وعدو لجنة الخرائط الأمريكي الإسرائيلية ما هي المهمة التي يمكن أن تكون لوفد بهذه التشكيلة؟ أولا يجب أن نعلم أن هذه اللجنة أو هذه المجموعة هم أعضاء في لجنة رسم الخرائط الإسرائيلية الأمريكية وهو مجموعة من البيت الأبيض ومجموعة من الخبراء في الأمن القومي الأمريكي ما يحملونه هو يريدون أن يضعوا تفاصيل أكثر وأوسع لخطة رسم الخرائط يعني يجب أن تكون مفصلة أكثر وأكثر بما يرضي التوجهات الأمريكية الآن في الإدارة الأمريكية هناك رأيان رأي يرى أنه يجب أن تكون الخطة تطبق تدريجيا بما يضمن عدم ردود الفعل الواسعة وعدم الرفض الذي يمكن أن يعطل هذه الخطة والرأي الآخر هو أن تكون تطبق لمرة واحدة بما يعني أنه أن يكون رد الفعل مرة واحدة ومن ثم يتم المضي في تطبيق الخطة بما أنها هي الجزء الأصيل من صفقة القرن وصفقة القرن هي التي تحدثت عن ضم الأغوار غور الأردن وادي الأردن وضم المستوطنات 132 مستوطنة وبما فيها المستوطنات حول القدس ومدينة القدس أيضا التي اعترفها بها الرئيس الأمريكي كعاصمة لإسرائيل سيد خليل هل بالفعل ما يمكن أن ينظر الوفد في رأب الصدع الحالي بين نتنياهو وغانس؟ هل ممكن أن يكون تلك النقطة ضمن أولوياته؟ التوافق ما بين غانس ونتنياهو كان أحد الشروط الأمريكية من أجل دعم أي خطوة ضم دعنا هنا نذكر بالتصريحات المتتالية التي كان يطلقها وزير الخارجية الأمريكي بومبي وعندما قال في أكثر مرة بأن إعلان الضم والقرار بهذا الشأن هو شأن إسرائيلي تقرره الحكومة الإسرائيلية وذا كانت الحكومة الإسرائيلية منقسمة على ذاتها وهذا الانقسام في داخل إسرائيل لا يشمل فقط الخلافات القائمة ما بين نتنياهو وغانس من جهة وما بين غانس وأشكنازي وزير الخارجية الإسرائيلية أيضا من جهة الأخرى إذ أن الرجلين أيضا في داخل أزرق أبيض لا يبدو أنهما من سجمان بالكامل وأن كانت مواقفهما من موضوع الضم أقرب إلى بعضهمها البعض وخاصة فيما يتعلق بضرورة أن يكون هناك توافق إقليمي أو على الأقل مع الأردن فيما يتعلق بخطوات الضم المحدودة التي يمكن أن تتحقق في الصورة العامة في إسرائيل نعم هناك خلافات وهناك أراء حتى في داخل الكود في داخل اليمين بشكل عام اليمين الاستيطاني المتطرف يريد ضما شاملا يزيد عن 30% وهناك يمين يتفهم وخاصة يمين الاستيطاني في بعض مستوطنات شمال الضفة الغربية الذي يعني هم أعضاء في الليكود وهم يدعمون موقف نتنياهو بضرورة البدء بعملية تدريجية ولكن واسعة نسبيا الولايات المتحدة لا تريد أن يخرج هذا الأمر إلى العلم وخصوصا أن نتنياهو صعد إلى قمة الشجرة بالوعود التي أطلقها عن عملية ضم مواسعة تشمل الأغوار وشمال البحر الميت إضافة إلى المستوطنات وهو الآن لا يريد أن يقصر اليمين الإسرائيلي وهو يضع هذا الأمر شرطا من أجل بقاء الحكومة وقال الإعلام الإسرائيلي في تقارير خلال الفترة الماضية أن نتنياهو في لقاءاته مع جانس أبلغه بأنه في حالة عدم الإقدام على الضم لا يصبح هناك داعي لاستمرار هذه الحكومة أي أنه يهدد جانس بالذهاب إلى انتخابات في وضع تعطيه فيه الاستطلاعات الرئية أي لنتنياهو أغلبية مريحة تزيد عن 40 مقعد 41 إلى 42 مقعد وتشير إلا أن نتنياهو قد يتمكن في حالة الذهاب إلى انتخابات قادمة يمكن أن يشكل حكومة بأغلبية قد تصل إلى 65 إلى 66 مقعد وبالتالي ستكون الحكومة أكثر انسجاما موقفه لذلك الولايات المتحدة لا تريد إشكاليات في إسرائيل ولكن أيضا هناك اعتبارات عند الولايات المتحدة وخاصة أن ترامب الذي تتدنى شعبيته أكثر فأكثر في مواجهة بايدن يضع مجمل هذه القضية أيضا في حسابات الربح والخسارة وخصوصا في مدى تأثير سحب أو بقاء صفقة القرن وكذلك الموقف الأمريكي من الضم في تأثير على مدى الإقبال وخاصة من القاعدة الإنجليكانية على صندوق الاقتراع سيد باسم أبو سمية يعني عندما سئل بومبايو عن الأمر قال هذا شأن داخلي إسرائيلي هذا قرار إسرائيلي صرف إنما على الأرض يبدو كما تفضل ضيفنا سيد خليل شهين أن الأمر غير ذلك أن كل خطوة وكل سنتيمتر يحتاج إلى لجنة للخرائط حتى وهنا السؤال هل تعتقد أن بالفعل إدارة ترامب حاليا بموقفها الحالية ما يمكن أن تسمح بأطماع نتنياهو في ضم أجزاء من الضفة بعد هذا الرفض العربي والأوروبي يعني واضح تماما أنه الولايات المتحدة سمحت بذلك من خلال القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي سابقا منذ أكثر من عام تقريبا بضم القدس ونقل السفارة ومجمل الإجراءات التي لا داعي لتكرارها هذا يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل التي تتصرف كما تشاء الآن أعتقد أن الولايات المتحدة أو الإدارة الأمريكية تحديدا تريد أن يبدأ فعليا الضم ويأخذ طابع رسمي ويأخذ الضوء الأخضر قبل أن يقترب موعد الانتخابات الذي هو في نبومبر القادم يعني بقيت حوالي 6 أشهر على الانتخابات ويريد الرئيس الأمريكي أن يسجل انتصار آخر لكي يكسب شعبية أكثر من شعبية كما قال الزميل المتدنية في أوساط الناخبين الأمريكيين قبل أن تقترب موعد الانتخابات الآن المشاورات التي جرت في البيت الأبيض تمت إلى حد كبير بمعزل عن الرئيس الأمريكي لقد قادها جاريد كوشنر ومجموعته أبي بركويتش ومايك بومبيو والسفير الأمريكي في إسرائيل وقيل أن الرئيس الأمريكي لم يحضر هذه المشاورات لأنه كان منشغل بحملته الانتخابية التي تجري في ولايات بعيدة عن واشنطن كما أؤكد أن الضوء الأخضر لن يكون عليه خلاف وستحصل عليه إسرائيل من الولايات المتحدة ولكن بالرؤية الأمريكية التي تتحدث عن أنه يجب أن يكون هناك هامش أوسع لكي تطبق في صفقة القرن فيما لو عمل على تطبيقها في المستقبل بما يسمح لها أن تكون مرنة في التحرك وأن يتطبق من خلال ذلك اللي هي يقال عنها الدولة الفلسطينية من زوعة السلاح في المناطق المحاصرة بالمستوطنات الإسرائيلية يا سيد باسم فيما يتعلق بالدول الأخضر ألا تخاف واشنطن؟ ألا يخاف ترامب وإدارته من تبعات ذلك القرار؟ ألا يخاف على مصالحه في الشرق الأوسط في الخليج العربي مع الاتحاد الأوروبي؟ أنا أعتقد أنه الرئيس الأمريكي الآن لا سيد باسم تفضل سيد باسم لأنه من خلال تفضل 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 سيد باسم الرئيس الأمريكي الآن لا يخشى أي رد فعل ولكن مجموعته هي التي تحاول الضغط عليه ولهذا لم يكن في صلب المباحثات التي جرت في البيت الأبيض إلا مرة واحدة على الأقل وهو بما أنه منهمك في الانتخابات في الحملة الانتخابية وهو مصاب بالاكتئاب وبالإحباط ولذلك فكل همه الآن ينصب على إعادة انتخابه مرة أخرى بأي طريقة كانت ولكن يبدو أن هناك عناصر ضبط أيضا من خلال مجموعته في البيت الأبيض أو تيار المحافظين أو جماعة المحافظين التي تتولى ترميم العلاقات مع الخارج سواء مع الأوروبيين أو مع الدول الحليفة والصديقة في الشرق الأوسط طيب سيد خليل شهين ضيفنا من رمالة الآن رغم كل ذلك ما زالت يعني حكومة نيتانياهو جانس تحاول أن تحصل على الضوء الأخضر حتى بعدما قال بومبيو يعني أنه شأن داخلي إسرائيلي هذه اللجان يعني عكت ذلك تماما هل ما زالت هذه الحكومة تملك أوراقا تسمح لها بأن تستمر في طلابها بأن تأخذ دعما معلنا من إدارة ترامب في خطواتها القادمة يعني هي يعني أنا أتفق مع السيد باسم بأن الضوء الأخضر قادم وهذا الأمر يبدو حتى نيتانياهو مطمئنا له السبق أن صرح بأنه خلال أسبوع سوف يحصل على يعني ضوء أخضر النقاش حول الضوء الأخضر على أية مساحة من الضم على أية خطة على أية خرائط لأننا عندما نتحدث عن خرائط على سبيل المثال مع لي أدوميم نحن لا نتحدث فقط عن منطقة صغيرة نحن نتحدث عن شبكة من الطرقات وبمناسبة هذه القضية في لجنة ترسيم الخرائط الإسرائيلية الأمريكية كانت مطار جدل طويل لأن نيتانياهو يريد أن يضم شبكة من الطرقات بطريقة تمزق ما يتبقى من الأرض الفلسطينية وتنهي تماما أية إمكانية للتواصل الجغرافي بين الفلسطينيين في شمال وجنوب الضقفة الغربية عندما نتحدث عن مع لي أدوميم نحن نتحدث عن منطقة إي وان التي سبق الإدارات الأمريكية السابقة أن تدخلت ومنعت الحكومات الإسرائيلية من ضم هذه المنطقة لأنها تدمر أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة في كل الأحوال أنا أعتقد أن المفاجآت لا تبدو معدومة وإن كانت مفاجآت بمعنى أن يذهب ترامب بشكل غير متوقع إلى تأذية ضم واسعة هذا الأمر حتى في بعض الإسرائيليين يقولون أنه قد يكون متوقع وإن كان سيناريو ضعيف طيب هل تسمح لي بالمقاطعة سيد خليل؟ ذهبت إلى حد الزعم بأن ترامب قد يدعو إلى احتفال في البيت الأبيض بحضور نتنياهو وغانس للإعلان عن الضوء الأخضر الأمريكي من هناك أي أنا يريد أن يوظف الأمر بطريقة تؤثر اسمح لي بالمقاطعة على الأخبات القادمة لصالحه طيب الآن أنت تحدثني عن محددات للإضاءة الأمريكية ذكرتها لنا ثلاثة محددات حتى يتم الضوء الأخضر وكذلك تؤكد أنه ربما الضوء الأخضر سيكون آت لا محالة وأنه ربما يكون البداية بمعالي أدوميم تلك المستوطنة التي عليها أصلا كلام في الأساس يعني وهي مستوطنة يعني إنما معالي أدوميم إذا ما تم البدء فيها فهذا سيعني أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية متصلة على الأرض هل سيتم ذلك برأيك ألن يخشوا يعني ردة الفعل إن الدولة الفلسطينية مرسمة في خطة ترامب بعد الضم ليس فقط معالي أدوميم بل و30% من الضفة الغربية يعني هي أسمتها دولة فلسطينية ولكنها ليست دولة هي هناك معازل ستتبقى للفلسطينيين يدورونها كما يشاءون ويمكن أن يطلقوا عليها يعني مش دولة يطلقوا عليها اسم إمبراطورية أنا أعتقد أن الموقف الأمريكي لا يحتاج إلى جدل الموقف الأمريكي واضح في خطة معلنة للجميع هو يتحدث عن ضم ولكن هناك خضيتين هو يتحدث عن ضم مرهون بإطار عملية سياسية أي بموافقة الفلسطينيين على الدخول في عملية سياسية وثانيا هو يرجع موضوع الدولة الفلسطينية في بقايا الضفة الغربية إلى ما بعد أربع سنوات يجب على الفلسطينيين أن يلبوا سلسلة من الاشتراطات التي تبدو أكثر من المستحيلة وثالثا هو أيضا يقترح في خطة ترامب أن يكون هناك تعويض للفلسطينيين بمناطق في جنوب النقب تقدم للفلسطين وهذه كلها مرفوضة من قبل الإسرائيليين ومرفوضة حتى من قبل جانس يعني لا تتنازل إسرائيل عن أراضي موضوع غير الأردن يبدو متوافق عليه ولكنه مؤجل من قبل وجهة نظر جانس أرى لا أستبعد أن يذهب نتنياهو إلى استعارة شيء من مشروع ألون القديم الذي كان يتحدث عن البلد بضم ما يسمى أخدود نهر الأردن وليس كل منطقة الغور وهو أمر يعني يبقي لإسرائيل السيطرة على الحدود الشرقية كخطوة أولى على طريق الاستكمال الضم الواسع في الضقفة الغربية بما في ذلك الغور وشمال البحر الميت طيب سؤال الأخير سيد باسم أبو سمية ضيفنا من واشتن إذا كان الأمر هكذا وإذا كان الدوء الأخضر قادم لمحالة وإذا كان الأمر كله مسألة وقت وإذا كان ذلك بعد الرفض العربي وبعد التحذيرات الأوروبية مجرد سؤال يا سيد باسم لو تسمح لي مما تخشى إدارة ترامب؟ مما تخشى؟ نعم في المطلق ما الذي يوقفها؟ لا شيء يمكن أن يوقف الإدارة الأمريكية إلا إذا كان هناك موقف فعلي أوروبي عربي وموقف قوية تعدى الإدانة وتعدى التنديد تعودنا على المواقف حتى الموقف الأوروبي بما أنه كان فيه حوالي ألف من المشرعين رفضوا خطة الضم كما هناك أيضا 170 من عضاء مجلس النواب الديمقراطي رفضوا خطة الضم مقابل 109 عضاء من الجمهوري ولكن كل هذه المواقف هي مواقف نظرية أكثر منها عملية يوقف خطة الضم ويوقف القرار الأمريكي شيء أقوى من ذلك بكثير يتعدى التنديد ويتعدى الشجب والإدانة إذا استمر الشجب والإدانة لن تقف الإدارة الأمريكية عند حدود وبالتالي إسرائيل ستمضي في فعل ما تشاء وستذهب إلى أبعد من أن تضع القضية الفلسطينية في حالة موت سريري ومما يعني القضاء على الموضوع الفلسطيني سيد باسم أبو سمية الكاتب الصحفي كنت معنا من واشنطن فشكرا لك وكذلك نشكر ضيفنا من رمالة الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين على رأس الساعة وقفة إخبارية على شاشة الغد فابقوا مع الغد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر